تسود حالة من المخاوف على الصعود السياسية والأمنية والشعبية في أفغانستان بعد إلغاء واشنطن الحوار مع حركة طالبان حيث يتخوف الأفغانيون من موجة عنف جديدة تطيح بآمالهم لتحقيق السلام ووقف نزيف الدم المستمر فيهم منذ نحو عقدين من الزمن قرار واشنطن إلغاء المفاوضات شكل صدمة بالنسبة للأفغانيين الذين تابعوا عن كثب المفاوضات التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية وأثمرت عن التوصل لاتفاق للسلام بعد طول انتظار الرئيس ترامب وفي اللحظات الأخيرة التي سبق التوقيع الطرفين على الاتفاق أعلن إلغاء الاتفاق بذريعة مقتل جندي أمريكي بهجوم في العاصمة كابل أعلن الطالبان مسؤوليتها عنه وفي مقابل ذلك تنفست الحكومة الأفغانية الصعداء بقرار ترامب بعد أن كانت تعلن تحفظها بشأن أي توافق بين واشنطن وطالبان قرار ترامب يعني أيضا أن الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن والعشرين من أيلول ستجرى في موعدها كأمر واقع أمام المجتمع الدولي انتخابات سيكون الرئيس أشرف غني وحيدا فيها بلا منافس حقيقي بحسب استطلاعات للرأي في مقابل عدم اعتراف طالبان بأي انتخابات تجرى تحت الوصاية الغربية ومطالبتها الأفغانيين بالابتعاد عن الانتخابات وكل ما يتعلق بها الاستعداد لاستعال الحرب مرة أخرى هو حديث الساعة في الأوساط الشعبية رغم أن طالبان أكدت أن أبوابها مفتوحة للحوار مع الجانب الأمريكي إلا أنها لم توقف هجماتها حتى في أثناء جولات الحوار العشر مع واشنطن التي استغرقت عشرة أشهر بل إن طالبان زادت من وطيرة هجماتها خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن تصعيد وطيرة الهجمات بعد إلغاء الحوار أمر شبه مؤكد لإجبار الجانب الأمريكي على الرضوخ وحثه على العودة إلى الحوار من جديد